مرحبا وأهلا بكم بتجهيل جديد من سلسلة أسرار الحقيقة أنا ما كنت بعرف أنه هذا بشكل سر عند معظم المتابعين موضوع عبدالقادر الجزائري بسلسلة الماسونية استعرضت كثير من الشخصيات اللي كان إلى مكانة ونفوس في تاريخنا الاجتماعي والسياسي ومنهم عبدالقادر الجزائري بأنه كان من الماسونيين الأوائل في سوريا هل هو ليش جزائري وبسوريا؟ طبعا هذا الموضوع سيجي ضمن السياق في ناس يمكن ما بتعرف شو جاب عبدالقادر الجزائري الثائر في وجه الفرنسيين المعروف المقاوم للاحتلال الفرنسي للجزائر شو جابه على دمشق؟ وذكرت في معرض الحديث في السلسلة يعني مريت مرور الكرام بأنه كان علاقته جيدة مع فرنسا وأنه كان يتقاضى راتب شهري منه هذا الموضوع أثار غضب كثير من المتابعين أجدني رسائل يعني على الخاص وفي التعليقات أنه أنت كيف بتحكي هيك عن عبدالقادر الجزائري حقيقة هذا الموضوع يعني أنا صرت متعود عليه لأننا ما وصلنا من التاريخ وما يريد أو ما يراد أن يصل إلينا وتم تغييب كثير من الحقائق فيه نحن هدفنا مو أنه التشهير أو إطلاق الأحكام يعني حتى أنا كثير بكون يعني حذر في إطلاق الحكم على أي شخصية تاريخية أنا بعرض الوقائع وبقول هذه الوقائع برأيي أدت إلى كذا ولكن إطلاق الأحكام موضوع يعني يعود لجهات أخرى وربما جمهور من حقه أن يطلق الأحكام ولكن أنا كصحفي موضوعي ممكن أن أقول رأيي ممكن أن يكون مهمتي محصورة في موضوع إظهار الحقائق وفقط طبعا فيه هذا الكتاب يلي هو يلي اسمه تحفة الزائر في مآسر الأمير عبدالقادر وأخبار الجزائر صادر عام 1903 هاي النسخة أصلية من الإصدار يعني الأول وعيد طبعته يعني إذا بتدوره بتلاقوه موجود بصيقة بي دي اف بعدة مواقع وموجود معاطي بعده بالأيام يعني بالألفين وبعد طبعا هذا يعني بوسق سيرة عبدالقادر الجزائري من خلال ما مكتوب اسم المؤلف على الغلاف ولكن من خلال واضح من خلال يعني السرد والكلام أنه هو أحد أبناء واللي كانوا معه هو الذي وثق حياة عبدالقادر الجزائري هو عبارة عن جزئين جزئ بيحكي عن مقاومته للفرنسيين أثناء الاحتلال الفرنسي للجزائر وجزئ بعد ما خرج من الجزائر وانتقل للعيش في دمشق طبعا لا خلاف أنه عبدالقادر الجزائري طبعا نحن لازم نعرف أنه بداية الحملة الفرنسية على الجزائر أو احتلال الجزائر كان بالعام 1830 وكانت الجزائر بهذاك الوقت هي جزء من الدولة العثمانية أو الامبراطورية العثمانية وكان الوالي موجود بمدينة وهران مثل حال سوريا ما كان في دولة عبر التاريخ اسمها الجزائر وكانت هي أيضا مرت عليها دول وامبراطوريات في تلك المنطقة وكانت آخرة هي الدولة العثمانية قبل ما يحتلوها الفرنسيين جزء كبير من الشعوب اللي كانت هناك أو الشعب اللي كان فيه الجزائر ما رضي بالاحتلال الفرنسي لأرضه وأعلن أنه هو رح يقاوم هذا الاحتلال وكان من أبرزهم وأشهرهم هو عبدالقادر الجزائري ووالده محي الدين محي الدين بالبداية طبعا حاولوا السكان في ذاك الزمان بأنه يلاقوا قائد أو يبايعوا قائد يعينوا سلطان أو ملك على المنطقة لحتى هو يقود العمليات في مواجهة الفرنسيين أول شي تم اختيار والده وبعدين تم والده ورشح ابنه عبدالقادر لأن كان يمتلك قدرات الحياة ذهنية وجسدية وتمت مبايعته من قبل معظم القبائل والسكان في تلك المنطقة وأصبح هو قائد المقاومة الشعبية في تلك المنطقة في الجزائر ضد الفرنسيين من عام 1830 للعام 1847 تقريبا 17 سنة وفعليا المقاومة الفعالية كانت 15 سنة فعلا أربك الفرنسيين وتسبب بخسائر لهم ويأس أكثر من قائد فرنسي مخضرم في تلك المنطقة هذا التاريخ ما حدا بيحسن ينكر أو يقلل من شأن عبدالقادر الجزائري في هذا الجزء ولكن في طور آخر من حياة عبدالقادر الجزائري لازم نعرف عنه بأنه عام 1847 استسلم للفرنسيين وسلم سيفه إلى قائد فرنسي وتم ترحيله إلى فرنسا أقام في فرنسا كأسير مدة أربعة أو خمس سنوات إلى حين أتى إلى الحكم كان وقتها قبل ما يصير إمبراطور كان الأمير نابليون الثالث وعند وقت أصبحت سلطة في يد نابليون الثالث كان بيعرف بقضية عبدالقادر الجزائري وطبعا كان قائد شهيره ومقاومته للفرنسيين كل هذه المدة تقريبا 15 سنة كان معروف في فرنسا وفي الأوساط السياسية وفي أوروبا عموما بحسب سيرته الذاتية أكرمه نابليون الثالث وأعلى من شأنه وتوصل الرجلان بعد ما صار فيه لقاء بيناتهم وتواصل بيناتهم إلى انتزاع عهد أو وعد من عبدالقادر الجزائري أنه ما عاد يدخل بشؤون الجزائر وبأنه يكون يعني يقطع عهد لولاءه لفرنسا بشكل أو بآخر وأنه ما يرجع حتى جزائر عموما طوال فترة حياة والتزم عبدالقادر الجزائري بهذا العهد هلا مثل ما ما نلاحظ بالصفحات يلي عبدالقادر جزائري بكرمه وعطاءاته وهذا واضح من السيرة يلي مكتوبة بالكتاب يلي مسجلها أحد أبناء عبدالقادر الجزائري يعني كما ذكرنا واضح من سياق الكتاب الحفاوي يلي يعني استقبلوا فيها العطاءات الإكرام لقاءه مع كبار الرجالات حتى في جزئية مهمة لازم نعرفها بحسب ما هو مكتوب بالسيرة أنه أعطوا الحق لعبدالقادر الجزائري حتى في الانتخاب بكونه أنه قضى أربع أو خمس سنوات في فرنسا فما أعرف إذا هذا يعني بخلينا نقول أنه عبدالقادر الجزائري هو مارس حقه كمواطن فرنسي حتى في انتخابه في الاستفتاء اللي صار على نابليون الثالث وأصبح بموجب هذا الاستفتاء إمبراطور لفرنسا فإذن لهالدرجة وصلت العلاقات الوثيقة وبأكتر من مكان بالكتاب دم ذكر بأنه فرنسا خصصت لعبدالقادر الجزائري راتب شهري وما يلزمه من الخدم والحشم والمرافقة لحتى ما يكون بعوز أي جهة أخرى غير فرنسا وتم الالتزام بحسب متابعة سيرة عبدالقادر الجزائري من وصوله إلى بروسيا إلى القسطنطينية ومن ثم استقراره في دمشق وحياته في دمشق وفعلاً هو يعاش كأمير وصاحب نفوز كل هذه السيرة تؤكد أنه هذا الدعم الفرنسي له بالمال والرجال استمر إلى آخر يوم في حياته وعلاقته مع فرنسا طبعاً نحن هنا لازم نذكر أنه سواء لقاءه بنبليون الثالث وما حدث بعد ذلك كانت الجزائر ما زالت تحت الاحتلال الفرنسي وكان الفرنسيين يعني ممأصرين بالجزائر وبأفعاله هناك ولكن عبدالقادر الجزائري التزم بوعده وعهده بحسب ما هو مكتوب بالسيرة وبحسب كل المصادر الفرنسية والعربية ولم يتعاطى في الشأن الجزائري طوال حياته بعد الخمسطع السنة أو السفطع السنة يلي أضاها في مقاومة الفرنسيين حتى وفاته فإذا هذا الجانب مهم نحن نعرفه في حياة عبدالقادر الجزائري كان له دور كبير أيضا وهذا سبب تكريمه من قبل كثير من الدول فرنسا وكثير من الدول الأوروبية الغربية صار فيما يعرف باسم الطوشي الكبرى هذا لازم خصصها حلقة من الحلقات اللي صارت هي فتنة أواشي بجبل لبنان بين الدروز والمسيحيين وانتقلت إلى الدمشق وأصبحت أفعال من قبل المسلمين أعملوا القتل بالسكان المسيحيين كان لعبدالقادر الجزائري دور كبير في التخفيف من هذه الحادثة التخفيف من آثاره وقام بحماية الآلاف المسيحيين من خلال إدخالهم في داره وكان عنده هو دور وقصور ومعروف لسا لليوم في قصره موجود في دمر وبالتالي الغرب اعترف بهذا الفضل وكرموه وسافر حتى هو أكثر من مرة إلى أوروبا وإلى فرنسا وتم تقليده أوسمة مختلفة وبالتالي يمكن أن نقول بأن عبدالقادر الجزائري كان ما بعد نابليون الثالث وما بعد العام 1854 إلى العام 1883 سنة وفاته كان هو صديق للفرنسيين ويمكن القول بأنه كان رجل فرنسا في دمشق وفي هذه المنطقة من الدولة العثمانية وهذا ما كان وراء العز وجاه والإمارة التي عاشها حتى في غربته في دمشق وبالفعل لم يتدخل مرة تانية بأكد لم يتدخل في فرنسا وحتى عند موته أشادت الصحف الفرنسية بفترة مقاومته لاحتلال الفرنسي وبأنه أربك القادر الفرنسيين وذكروا واعترفوا بهذا الموضوع ولكن أشادوا أيضا بأنه وفى بوعده بالنسبة لفرنسا مو بالنسبة لشعبه وفى بوعده بالنسبة لفرنسا ولم يتدخل وأنه لم تستتب الأمور لفرنسا في الجزائر إلا بعد أن تم تحييد عبد القادر الجزائري بالطريقة يلي ذكرت لكم فهي هي الوقائع بحسب ما هي مسكورة بكل المصادر بتمنى أي شخص قبل ما يحاججني أو يعلق أو ممكن يكون هذا الموضوع مزعج للبعض ولكن هذه هي الحقيقة يقرى بكل المراجع ومنها الكتابي اللي ذكرته رح أرجع لكم شو اسمه موجود على الانترنت بصيغة PDF مجانا تحفت الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر واضح من سياخ الكتاب بأنه كتبوا أحد أبنائه هذا كل شيء بدي لكم يا لليوم شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة